اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم في الدرس الرابع من سلسلة شروحات برنامج جولد ويف طبعا شرح اليوم مواضيع بسيطة جدا وشيقة بإذن الله راح نتعرف على طريقة تحريك الصوت يمينا ويسارا وهكذا سوف نتعرف كذلك على طريقة تحويل النصوص إلى صوت باستخدام آلات النطق في البداية راح نتعرف على طريقة أولا إضافة الأصوات هذا طبعا موضوع ما متعلق بالهندسة الصوتية متعلق بالنفيديةي وهذه الأمور بنتعرف على طريقة إضافة أصوات الأكابلة TTS Voices for MPDA الإضافة المعروفة إلى السابي 5 لأن الأداة الموجودة في الجولد ويف التي تقوم بتحويل النصوص إلى صوت تحتاج بأن تكون الأصوات في السابي 5 فنحن الآن لو كانت لو كان معنا الأصوات في السابي 5 راح نتعرف على طريقة تسجيل الأصوات هذه في السابي 5 أولا قائمة إبدأ ونروح كافة البرامج سواء في ويندوز 7 أو 10 باختلاف الطريقة أو 8.1 نروح للتطبيقات في شاشة البدء ونبحث عن شيء أو مجلد اسمه MVDA أو قائمة فرعية اسمها MVDA طبعا في ويندوز 8.1 الموضوع يختلف شوية أهم شيء بنصل إلى MVDA طبعا إذا وصلنا إلى MVDA في ويندوز 7 7 أو 8.1 أقصد والتن نضغط انتر وبعدين نبحث عن شيء اسمه إعدادات المستخدم إعدادات المستخدم طبعا 8.1 ما يحتاج لنضغط انتر مقرد ننزل إلى خيار إعدادات المستخدم ثم نضغط انتر ندخل مقلد Add-ons ونذهب إلى TTS Voices for NVDA ونذهب إلى هذا الخيار ونذهب إلى هذا المقلد وبعدين نذهب إلى ونشغل هذا الملف كمسؤول يعني نضغط Application نضغط انتر وبعدين نبحث عن مقلد اسمه أو ملف اسمه reg.bat نضغط تطبيقات وننزل تشغيل كمسؤول طبعا بتغينا رسائل Error خطاء ما علينا منهم كل هذه الرسائل خلاص كذا المفترض الأصوات اللي بنقولها في السبي 5 فالكابلة TTS توضاف إلى السبي 5 طبعا إذا ما نضافت لأول مرة قد نحتاج إلى عادة تشغيل الوهاز عشان تطبق التعليمات الحين نذهب إلى برنامجنا الـ Gold Wave هذا هو الـ Gold Wave أولا سوف نتعرف على طريقة المتبعة لتحويل النص إلى صوت باستخدام أحد آلات النطق الموجودة أولا نضغط على Alt ونذهب إلى بالسهم اليمين طبعا قائم Tool Tool T نذهب إلى قائمة Tool نطلع بالسهم الأعلى Speech Converter Speech Converter نضغط عليه Speech Converter الحين عندنا حق النص للكتابة بإمكاننا نرسق أي نص موجود أو نكتب أي نص مثلا نكتب أهلا لم تنرى رقبا كف مي بكم فايا في مسافة دال وطر دورة تا عاليا ميم تعليم مسبة ميم جبرنامج جو ال دي جول فاصلة تابو اي في اهلا بكم في دورة تعليمي برنامج جول ويف مثلا هذا النص يعني بالرغم أن هذه لا تعتبر بدورة بقادر ما هي سلسلة دروس نرحين نضغط كنترول P P هو بدلا عن حرف الحق يعني P هنا يقولي اختار الصوت Microsoft Hazel Microsoft Sierra Desktop P اختار الصوت اختار الصوت ليلة وفعلنا تحرك التاب هنا مستوى الصوت هنا لا يوجد شيء ثلاثة محدد ثلاثة محدد كل ما كانت فوق الصفر كل ما كانت فيه فوق الخمسين الصفر هو عبارة عن نسبة خمسين فوق الصفر فوق خمسين وتحت الصفر السالب مثلا سالب واحد يمكن تعتبر يعني ما الاربعيين وكذا مثلا خليه ثلاثة 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 تاب سفر محدد تاب هنا مال الحدة حدة الصوت نترك كما هو اضغط انتر طبعا هنا تظهر احد عيوب القولد ويف في القولد ويف مشكلة كبيرة في تحويل لص الى صوت احيانا تصير مشكلة انه ما يحول لص كامل والمشكلة الكبرى انه ما يعطيك نسبة التقدم فانت من باب يعني يبتكار حل تقوم بتحديد الكلام هذا اللي كتبته بكترول ا تحديد كل العناصر وبعدين تضغط كنترول اف للحفظ وتكتب اسم الملف طبيعي ماذا نكتب تجربة تا جافت تجربة او تجربة تحديد تا تا!!!! تا توييييفي التي تصいうف تشمعها في الناس تنفيذ سلana وآلا تقيمها في الناس الناس تمم تمام تحرك تاب هنا يقول يحفظ كنوع ويف فبقا نتركه كما هو نضغط save خلاص كذا هو يحولنا فهنا المشكلة المفترض ينخرج لنا نسبة التقدم لكن هذه أحد عيوب غولد ويف انه ما يطلع عن نسبة التقدم الحين نضغط هروب نطلع من هذه النافذة طبعا نحن ما نعرف ان الملف هل اكتمل او لا بنا نضغط ctrl O ونبحث عنه نفتح الملف اللي قمنا بتحويله هذا هو ضغط عليه enter هذا هو هذا الكلام اللي قمنا بتحديد بتحويله الآن من نفس المقطع هذا المقطع ممكن ان نعمله اي شيء نحدد عليه بما ان المقطع صغير فهو صعب نحدد نعدد عليه كثير امور لكن من باب معرفة بالشيء نطبق على هذا الملف فقط نحدد على جزء من الملف او نحدد المقطع كامل نبغى نعرف كيف نحرك الصوت حط يمين حط يسار حط في النص نص اليمين نص يسار بين السماعتين اه لكن اولا لازم يكون المقطع هذا ستيريو بالاساس لو ما كان ستيريو بيقولنا ترى هي خاصية هي المسؤولة عن تحريك الصوت ويقولنا غير متاح فاذا بغينا نحول المقطع هذا الى ستيريو نحدد على المقطع ونضغط 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 ونحدد المقطع ونضغط 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 ونذهب الى نصعد بالسلام العلى أو ننزل بالسلام الأسفل ونذهب الى قائمة فرعية اسمها ستيريو هنا هنا تقدم يعني تحرك الصوت بالنسب فبعد نذهب ونرجع لها لكن نرى الأمور الجاهزة ماكس ماتش م بي بان هذه البان فيها مؤثرات جاهزة اول تأثير اسمه الصوت كامل في اليسار فعشان نسمع المقطع نضغط اهلا بكم في دورة تعليمي برنامج اللي يسمع المقطع هذا بالسماعة فبيلاحظ ان المقطع هذا موجود في اليسار الحين المقطع في اليمين طبعا لننزل بعد نضغط فور عشان السبع محح دفولت في النص الهلا بكم في دورة تعليمي برنامج Gender Wave اللي بعده أنزب سام Go To Left يمشي من النص الى اليسار اهلا بكم في دورة تعليمي برنامج Gender Wave اهلا بكم في دورة تعليمي برنامج Gender Wave يمشي هذا اسمه Go To Left Go To Right بالعكس من النص الى اليمين لي بعيدا ؟ يكون 80.ject يكون في نص اليمين أو نص اليسار أقصد أهلاً بكم في دور تعليمي برنامج ويفضل أن المقطع هذا تسمعون من خلال السماعة سماعة الرأس ًا وإلعكس كذلك نص اليمين نص اليسار ونص يمين يعني هذا ما بين اليسار وبين المنتصف اللي بعده Left to right Left to right تمشي من اليسار إلى اليمين Right to left Right to left بالعكس من اليمين للليسار Right to left Right to left بالعكس من اليمين للليسار Slightly right volume change only Slightly right volume change أهلا بكم في دورة تعليمي برنامي للجولد ويف أهلا بكم في دورة تعليمي برنامي للجولد ويف هذه تخفض صوت سماعة Slightly right volume change only Slightly right volume change only محدد بس يزيل مستوى صوت السماعة اليمنى حتى نلاحظ أن الغلبة للصوت للسماعة اليمنى أهلا بكم في دورة تعليمي برنامي للجولد ويف واللي بعده Warper 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 يعني حركة سريعة أهلا بكم في دورة تعليمي برنامي للجولد ويف يعني أهلا بكم في دورة تعليمي برنامي للجولد ويف الصوت يمشي ميني سار يميني سار إنشاءنا نختار أحد الأصوات هذه نضغط عليه انتر بس لكن نحن بنضغط هروب ونروح لنفس القائمة ونشوف خاصية طبعا الطريقة للوصول إلى بسيطة جدا من Alt سهم يمين مرتين رحية Effect نطلع بالسهم لعلى Stereo Stereo Enter Channel Mixer وبعدين نضغط Channel Mixer Enter Channel Mixer طبعا فيه أهه Presets أو تأثيرات جاهزة ما بنسو فيه شيء أهه التأثير هذا بسيط هو عبارة عن فرارات يعني مستويات تحركها بالسهم الأعلى والأسفل يحرك الصوت بين السماعات يعني نرقع ماذا شفتوا التاب Channel Mix محاورة Right Channel تجميع 100 محدد مثلا هذا 100 يعني الصوت هو الحين متزن 100 الحين بنسمع أهلا بكم في دورة تعليمي برنامج Gold Wave وبننزل شوية أهلا بكم في دورة عز أهلا بكم في دورة تعليمي برنامج Gold Wave لاحظوا أن الصوت يتحرك 88 فأنا بيتحرك بثلا بالبيج بيتج down 80 70 عشان نتحرك بسرعة 80 فأنا بشغل وبحرك بسرعة أهلا بكم 60 50 40 30 20 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 2 20 30 فهل uphold 20 30 30 40 40 40 40 42 40 40 40 80 40 80 يعني الصوت الحين يبدو أنه خلفك مباشرة ترقع 100 يبدو أنه يرقع حين أمامك كذا يبدو أن الصوت أمامك يبدو خلفك وهكذا وفي فرارات كثيرة هنا وهذا فرار آخر نحركه كذلك أهلا بكم في دورة تعليم برنامج راح إلى اليمين نسبة 100 أرجع أحركه بس بالبيتش داون أو سهم ناقص 100 يكون في اليسار ناقص 10 طبعا هو إفتراضي 0 ناقص 0 تجميع 0 محدد وطبعا هنا تتحركوا بين الفرارات تحركوا بين المستويات بالتاب والشفت والتاب عشان تغيروا المستويات هذه بالسام الأعلى والأسفل والبيتش أب والبيتش داون إذا عقبكم موقع الصوت تضغطوا عليه انتر ويتحرك ويتم يعني يتم تطبيق التأثير طبعا ما بنزيد عليكم أكثر من كذا عشان ما نطول عليكم لو كان فيه أي سؤال أو استفسار أسعد بالإقابة عليه وعيد مبارك لكم مقدما مع تحيات أخوكم سليمان القسيمي شكرا عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا شكرا